اشتركوا في القناة 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 الناس يعني اللي يديروا الخير في الخافاء ويقول لك احنا منبانوش احنا يعني نديروا فيكم ثقة وماذا بنا يعني هاد المال ولا هاد الالبسة ولا يعني المواد اللي نعطوها لكم كما يقولوا احنا مواد غذائية ولا افريشة ولا يعني اغطية تلحقوها للناس يعني اللي. مصنف شو اشي لي خليهم يوضعوا فيكم ثقة لأنه في كثير من الجمعيات اللي عندها طابع قانوني وغيره يعرفوا المقرن تحهم يعرفوا الاهدف يفتحهم لي تكون برزة مسجلين انتوما من عالم افتراضي راكوا تقوموا بفعل الخير ويمدوا لكم تبرعات وغيره وش هو الشي اللي يتعملوا عليه انتوما كالمجموعة باش تقدروا تكسبوا ثقة لآخر والله غير الحمد لله يعني العمل يعني في الميدان بان يعني من خلق زيارتنا لضال ايتام من خلق زيارتنا لأطفال المرضى السراطان يعني الله يشافيهم بالمناسبة ونطلبونهم الشفاء الناس وضعت فينا تيقة يعني لما شافت الخدمتان في الميدان يعني على الفيسبوك على الفيسبوك نعم حطوا صور يعني عندنا جروب على الفيسبوك ليو اسمه يد الخيط وليقدروا يرافقوكم باش يشوفوا وين رايح ربما الاموال كاي اللي يقدر يقول لك نجي معاك نرافقك وكاي اللي يقول لك يعني ناطيك وانا ندرت فيك تيقة يعني مدلك لي وجه الله يعني ما يحسبكش وشو الشي اللي يميزكم انتوما كمجموعة يا تقارب شي اللي ميزنا يعني انو كل اعضاء يعني نقدر نقول لك تقريب اعضاء المجموعة يعني اللي خلاه يدي الخير انو كاي اللي بنا يعني كاي اللي يتيم كاي اللي ما عندوش بابا كاي اللي ما عندوش يماه كاي اللي يعني كما يقول لك ما عندوش لبابا ويما في زوج كمناولهم الرحمة يعني طلبوا لهم الرحمة يعني خلاه يدفع باش يدي الخير معنا يدخل في هذه جمعية يدي الخير ويقول لك أنا توجر يعني يبابا وصاني على الخير يما وصعتني على الخير أنا أكمل في المسيح لتعبابة لأنه بابا رحمه كان يدير الخير ويقول لك أنا ندير الخير لي وجهك يما يقول لك الله وإن شاء الله ربي تقبلها في ميزة الحسين يقولك ندير عليه وجهه يما وبابا لي متوفين طيب كيف يش تقسموا البرنامج فاروق شحال تقعدوا وتحضروا له مثلا أنا قريب من شهر رمضان الفضيل وأكيد أن كل المجموعات الخيرية والجمعيات رح تدعم وتكثف من الجهود تحول نشاط نحن كما يقول لك نحن شهر رمضان يعني نبدأ نوجد له شهرين ولا شهر من قبل بديتوا تحضروا له ماذا؟ بدينا نحضروا له وعنا تاني يعني عنا برنامج آخر هي التحضيرات يوم 27 أفريل يعني كان حملة تنظيف شوارع القصبة العتيقة وتزينها يعني كل شوارع القصبة تحت حملة تعيش ما ترميش يوم 27 أفريل مقبل أحتشارك فيها كل الجمعيات الخيرية والمجموعات التطوعية رح تكون خلال شهر رمضان الفضيل 27 أفريل قبل شهر قبل 17 يوم من وشهر رمضان وشكهم حضرين اللي رح يكون فيه إفطار شهر رمضان ماذا عندكم اللي تأسستوا قبل شي أربعة أشهر يعني حوالي أربعة أشهر يعني أول شهر رمضان رح تقضيبه مع بعض كمجموعة أول شهر رمضان وبدأتوا تحضروا له ولا مازال مازال ما بدأتش التحديات لشهر رمضان يعني وخلينا نتحثوا على الشباب اللي منضمين لهذا المجموعة كيف يقدروا يوفقوا بين حياتهم الخاصة الشخصية والحياتهم المهنية لأنه نتوقع أنه في كثير من شباب معكم موظفين وخدامين صح؟ نعم كيف يوفقوا بين عمل الخير والأنشطة التي تقوم بها المجموعة وبين حياتهم؟ والله الأخلط فيها والله ما هي سهلة كما كنت قلت لك في بداية الحصر يعني دايما يوفق الخير يعني إحنا الإجتماعات التي نعملوها في المجموعة نعملوها دايما يوم السبت يعني يوم السبت ليكون كل أرض المجموعة يعني قاعدين يوم عطلة يعني نقدر نوفقه نوفقه بين حياتنا العملية وحياتنا التطوعية والشي الجميل فيكم أنتم كشباب ما حال أصغر عضو فيكم؟ أصغر عضو فينا يعني هو عنده 21 سنة الله يبارك ما شاء الله نحييه بالمناسبة 21 سنة يعني ريعان الشباب في هذا العمر الشاب يبحث عن ملاذات الحياة يبحث أنه يعيش ككل الشباب لكن الشباب كما أعضاء المجموعات الخيرية نحييوهم لأنهم ربما يقدموا كثير من تنازلات باش يقدموا فعل الخير صح؟ أهم حاجة هي الوقت الأخلط فيه لأنه عمل خير يتطلب يعني وقت كبير يعني تقدر تسمع يعني في العملتاك تقدر تسمع في تجارتاك تقدر تسمع حتى في العائلتاك من أجل فعل الخير برافو ونحيي الشباب أيضا أنهم استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء الأنترنت من جنبه الإيجابي لأنه صاروا كثير من الأولياء يخافوا من التكنولوجيا الحديثة يقول لك أبناءنا كثير من شباب فزدت عقليفهم حافظت عن طريق فيسبوك من خلال الفيسبوك وغيره من المواقع لكن أنتوا ما استعملتوها لاستعمال السليم صح؟ استعمال السليم والحمد لله يعني كالي عنده الأختك في المجموعة كالي عند الأم التاح معنا في المجموعة يعني كنا عائلة واحدة الحمد لله يعني استعملنا الفيسبوك استعمال يعني جيد قلنا نذكر صفحتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل الأشخاص اللي حبّين أنهم يتواصلون مع مجموعة يد الخير فيسبوك العباشتعكم على الفيسبوك يلي اسمي مجموعة يد الخير مجموعة يد الخير بالعربية أو الأولى بالعربية مجموعة يد الخير معلكم إلا أنكم تواصلوا مع مجموعة يد الخير ياتيك صحة عالوي فاروق نورتنا بإطلالتك وحبينا كل أعضاء مجموعة يد الخير ونحيي كل مجموعة يد الخير أنا بدوري وكل المجموعات الناشطة من أجل فعل الخير نذكر فقط أو نجدد التحية لكل من يتواصل معنا من خلال برنامج صباح الشروق عبر كل من قناة سي بي سي بالنو وقناة الشروق العماء أو حتى من خلال البث الحي الذي يعرض عبر الشروق أونلاين ونحيي كل المغاردين يتوصلوا معنا من خلال صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي راحنا على فاصل من بعد نستكمل ما تبقى أقول من فقرات ومحطات متنوعة تفضل